نتواجد في الجبهات الأمامية لقوة الإسناد تحديدا في منطقة العمود هذه الجبهة الاستراتيجية التي تشتعل فيها المعارض بين قوات الجيش الوطني وعناصر الميليشيات الحوثية كما تشاهدون في تلك الجبال المحاذية لجبهة العمود والتي تتواجد فيها الميليشيات الحوثية وتتعرض لضربات طيران التحالف العربي كما تشاهدون في الصورة والدخان يتساعد من تلك الجبهة التي تحاول الميليشيات الحوثية مستميتة التقدم صوبة مواقع الجيش الوطني وللاطلاع أكثر على المجريات الميدانية وعلى طبيعة المعارك معنا هنا أحد القادة الميدانيين أمل مسألا نرحب أول حاجة بيمن شباب الذي يشاركونا في هذه اللحظات الحاسمة اللحظات التاريخية ضد ميليشيات الحوثي الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى نشوف الاستهداف الآن مباشرة الآن على الكاميرا نتصور الآن الهدف تم ضربة من طيران التحالف تنتين ضربات على الغارات جوية الآن يتم التنكيل بميليشيات الحوثي بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل القادة السياسية والقادة الميدانية اتخذنا من هذه الأرض محرقة للميليشيات تحدث أنه دارت هناك معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني وعناصر الميليشيات الحوثية وتعرضت الميليشيات الحوثية لخسائر كبيرة علاوة على هذا الاستهداف الذي يحدث الآن من قبل طيران التحالف العربي للميليشيات التي تزوج بأمناء القبائل في محارق القتال وفي معارك خاسرة هلأ حدثتنا عن طبيعة هذه المعركة وعن حجم الخسائر للميليشيات الحوثية صحيح الحمد لله بالأمس دارت معركة من الساعة عاشرة ليلا حتى ساعة ستة صباعا فالله سبحانه وتعالى اتخذنا هذه المناطق محرقة وإبادة للميليشيات الحوثي قامت المعركة في المناطق هذه التي الآن استهدفها طيران التحالف والمدفعة الجيش الوطني بحاول الحوثي التسلل والتقدم أو تحقيق أي نجاح في هذا المواقع أو التسلل إلى مواقع الجيش والمقاومة الشعبية ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى تم تكبيد خسائر في العتاد والأرواح في البارح هناك لا تزال جثث المليشيات الإيرانية إلى حد الآن تقريبا 13 أو 14 جثة لا تزال إلى حد الآن مرمية لم يأتوا لها وفضل الله سبحانه وتعالى أمس تم استهداف ستة طقوم محملة بعتاد ورجال وآخر طقوم تم استهدافها ساعة ثمتين ليلا كان تعزيز ذخيرة من طيران التحالف إذن هكذا ترتسم صور المعارك العنيفة ومعها الصمود الأسطوري للجيش الوطني بينما تحصد المليشيات الحثية مزيدا من الخسائر الفادحة في العرواح والعتاد أشرف الهامري جمن شباب مأرب